السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة من الله عز وجل طبعا يا جماعة احنا رحنا في الحسين وصورنا المقام وتفاجأنا لما نزلنا الفيديو ببعض التعليقات اللي جات من شخص واحد كذا تعليق اللي اتهمنا فيه بان احنا بنقول على الله غير الحق وعن الرسول عز وجل غير الحق فحبنا ان احنا نوضح الكلام ده هو قال ايه بقى يا جماعة في التعليق ده لا تقول على الله جل جلاله بشيء لم يقول له ولا تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقول له والمساجد التي تشدوا اليها الرحال هم سلاسل المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى وغير هؤلاء لا يجوز وكذا تعليق وكذا تعليق يعني بالموضوع ده طبعا انا قلت ايه في الفيديو انا قلت ان كبور اولياء اللي اتصالحين دوت روضة من رياض الجنة ومحبب ومسموح زيارته فتعالا هنا وقول قول يا رب ما تقولش يا حد تاني قول يا رب فطبعا يا جماعة انا حابب اوضح في الفيديو دوا لان طبعا ممكن يكون فيه ناس كتيرة متعرفش او ممكن يكون عارفين فاللي عارف او زادوا علم بشيء واللي مش عارف اهو يعني عرف انا مش رجل اهل دين علشان خاطر اطلع يعني اتكلم في الدين انا مش طالع اتكلم في الدين انا طالع اقول ايه اللي قالوه اهل العلم في الموضوع ده طبعا انا بتكلم مع يعني بما ان هو الدين بتاعنا وان ده فعل احنا بنعمله فعايز ان نشوف هو حلال ولا حرام انا طبعا كنت عارف وردت على الشخص دوا ردود حتى سريعة ما تخطتش الدقايق غير لما كنت راضد عليه بالدلائل لان الحمد لله انا بحثت قبل كده في الموضوع دوا وعارف الموضوع دوا هل هو حلال ولا حرام طبعا يا جماعة واختصارا للكلام والموضوع ده حلال ومحبب كمان ان انت تزور اه يعني اضرحها وقال البيت فاحنا ده روقتي هنجيب يعني احنا اللي مش مصدق يخش على دار الافتاء ونقول له هما دولة اهل علم واهل الدين هما دولة العلماء اللي تاخد منهم الكلام المزبوط فهما بيقولوا حلال وبيقول محبب كمان زيارتهم هما بيقولوا ايه بقى هجب لكم اولى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبور الى البيت النبويه الكريم وكبورهم روضة من رياض الجند حلال الله نفس الكلمة اللي انا قلتها يعني انا ما قدش حاجة غير كده وفي زيارتهم وموضتهم بر وصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى كل اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة وطبعا والمودة في القربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايه غير زيارة الى البيت والطيبين الطهرين وزيارة كبور الى البيت والاولياء مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الامة سلفا يعني كمان الكتاب والسنة وعمل الامة سلفا كل لفاته كانوا بيزوروا اولياء الله الصالحين وخلفا بالنكير فمن الكتاب الكريم قوله تعالى كل الذين قال الذين غلبوا على امرهم لنتخزن عليهم مسجدة سورة الكار طبعا في ناس يا جماعة كمان بتقول كمان حرام ان تروح تصلي في مسجد فيه درجة طب انت مسلم ومؤمن بالله وبالكتاب وطبعا واشد دليل هو دليل من الكتاب الكرآن طبعا عندك سورة الكهف تقدر تفتح وكله يقدر يفتح ويشوف الموضوع دوا اهل الكهف لما توفوا بعد ما يعني ناموا تلتمية وتسعة وصحي وكده وده لما توفوا الملأ القاوم لهم اكبار القاوم احتروا يعملوا معهم ايه فقال الذين غلبوا على امرهم لنتخزن عليهم مسجدة يعني ده اكبر دليل ايه بقى معنى الاية قال الذين غلبوا على امرهم يعني رأيهم الصحيح ورأيهم الصائب اللي فعلوه وهو ده اللي حصل حقيقي عملوا عليهم مسجد يعني مش هو يعني بنوا عليهم المسجد فمن هنا كمان يوضح لنا ان حلال موضوع يبقى فيه ضريح او كبور للصالحين جوه مسجد ده اكبر دليل طب احنا نروح نعمل ايه في الكبور ديان لما نروح هناك نعمل ايه اولا نذكر الله ذكرا كثيرا لما ندعي نقول يا رب ما نقولش يا فلان وطبعا انا اللي انبسطت منه ان انا لما روحت المكان دون لقيت ان فيه امن موجود بيقول لأي حد هيخالف فاطلعه بره يعني ايه خالف يقول مثلا اه يا فلان يا كزا يا كزا يقول يعني حاجات حرام بيبتدي ان هو يطلعه حقيقه بره وده حصل يعني فحتى انا مبسوط جدا لما روحت سمعت الزكر اللي بيقولوه يا الله يا رحمن يا رحيم وهكزا انتوا اسمعوا الفيديو وخشوا اسمعوه وشوفوه هتلاقوا الكلام ده وانا هتلاقوا اني انا ما قلتش حاجة غير اللي دار الافتاء جابته وانازل لكم الصورة بتاع دار الافتاء بتقول ايه لو عايز انت بحسه خشوا على جوجل وكتبوه دار الافتاء وهل هو حلال ولا حرام في زيارة الضريح او كبور الصالحين فهتلاق ان هو حلال ومحبب كمان يعني ده كمان بيقولك يعني بتبرر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تخيل بقى يعني فطبعا يا جماعة نروح هناك وندعي ونقول يا رب يعني انا روح هناك ودعي وقول يا رب اه تروحت هناك ودعي وقول يا رب طبش معنى يعني لان كبورهم رابطهم من رياضي الجنة فتتنزل فيها الملائكة فالدعوة من هناك مستجابة طب ازاي و ايه دليلك على الكلام دون هقولك في القرآن برضو مش هبعد عن الكتاب عشان يبقى دليل قوي قوي ما حدش قولي ده حديث مسلا هو ضعيف لا انا هقولك من الايات من الكتاب اللي ما حدش اقدر يعني ان هو يعني ايه يشك فيها ولو في لحظة ولو هنشك فيها يبقى خرج برا الملقة يعني فسيدنا زكريا لما تكفل ستنا مريم قال ان لك هذا لما دخل لقى عندها خيرات من ربنا عز وجل فقال لها ان لك هذا وهو من تكفل مريم سيدنا زكريا فمفروض ما حدش يجب لا حاجة غيره هو فلما دخل لقى عندها الرزق قال ان لك هذا قالت هو من عند الله فهناك دعا زكريا رباه وعرف ان المكان ده مكان مبارك فهناك دعا زكريا رباه دعا رب ايبوس هو نبي وما دعاش في محرابه لا دعا في محراب ستنا مريم وهي مش رسول ولا نبي هي من الصالح فدعا زكريا رباه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يعني سرعة الاستجابة كمان قال لك فنادته الملائكة والفقته في دي السرعة وامحصوا على تفسير الايات طبعا انا مش رجل اهل علم في الدين ان انا اتكلم في الدين بس انا جاي اقول لكم ان هو يا جماعة حلال وانا مزدعلا من الانتقد في التعليق اللي هو بيقول حرام وكده ممكن يكون هو مش على علم او فاهم غلط فانا حبيت اوضح ده ان انا كمان هزور مقامات كتيرة وحاجات كتيرة لان يعني ده كمان محبب محبب عسى ان ربنا عز وجل يستجيب دعانا ويكون لنا نصيبه من الخيرات اللي بتنزل في الاماكن الجميلة ديا ويا جماعة حقيقا انا روحت المكان لقيت المكان مريح جدا نفسيا وانا مش حابب ان انا اقول عليكم وقتر من كده حبيت بس ان انا اوضح المعلومة ديا والموضوع دوا ويا ريت يا جماعة ما تنسوناش بقى باللايك وشير وتفعيل زر الجرس وطبعا حبيت بس ان انا اوضح الموضوع ونشوفكم في فيديو جديد مع السلام